بيان جديد لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية تزامن مع شهادات عدد من الأسرى المفرق عنهم من قبل الاحتلال والذين أكدوا أنهم يتعرضون لكل أشكال الترهيب والتعذيب داخل المعتقلات والتي تهدف إلى تصفيتهم كما تزامن مع تنديد العديد من المنظمات الأممية بالانتهاكات الوحشية التي تجري في معتقل سديتيمان ضد المحتجزين الفلسطينيين حفلة تعذيب وتنكيل هذا هو حال آلاف الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال خاصة داخل سجن عوفر الذي أنشئ في فترة الانتداب البريطاني ويطلق عليه اسم جوانتنامو نظرا لمعاناة المحتجزين داخله هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكدت أن الاحتلال قرر إفراغ قسم 24 في سجن عوفر ونقل عدد كبير من الأسرى الإداريين لسجون أخرى مشيرة إلى أن المحتجزين الفلسطينيين يتعرضون لاعتداءات وتنكيل ويعانون جميعا من نقص أوزانهم بشكل كبير جراء سياسة التجويع التي يتبعها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الهيئة أشارت أيضا إلى أن المحتجزين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة ومعقدة حيث يتم محاربتهم بالماء الذي يتوفر لهم 45 دقيقة فقط خلال اليوم والكهرباء التي يتم فصلها منذ العاشرة مساء حتى ظهرت اليوم التالي إضافة إلى رداءة الطعام وقلته أكثر من عشرة ألف فلسطينيين محتجزين داخل المعتقلات يعانون أنواع تعذيب هي الأكثر بشاعة على الإطلاق في دولة احتلال تتباهى بتوقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب